وللمزيد معنا عبر الهاتف الأستاذ تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ضيفي الكريم بعد التحية كيف تابعت اليوم توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية الحقيقة بحي حضرتك وزميلتنا العزيزة وكل التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دايما بيثبت في كل المواقف انه بينحز الى المواطن باقي العام الإجراءات الجنائية وتخشيف مدة الحبس الاحتياطي حاجات بتهم المواطن اسمح لي ان انا اتكلم كده ببساطة واقول ان جير سالة واضحة من مصر ومن رئيس مصر للعالم كله وللجماعيات المختصة في حقوق الانسان ان مصر فيها حريات وفيها حقوق الانسان وفعلا الكلام ده بقى على ارض الوطع بقانون الحوار الوطني منذ اطلاقه السيد الرئيس في افطار الاسرة المصرية وهو عمل حالة حالة كويسة جدا بالناس وبعضاء فيه التعامل والتفاهم والتطقيف والداء الرأي والنهاردة بالتوصيات اللي قالها سيدة الرئيس والتوجهات اللي قالها بيأكد ان الحوار الوطني ليه دور مهم جدا وانه هو بينحاس بالغالب ودايما الى المواطن واقعي لحرية المواطن والى كل ما بيخص المواطن المصري لذلك انا بأكد باسمي واسمي تحالف الاعزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب سياسي مصري ان احنا بنشكر السيد الرئيس على هذه الخطوة من ضمن الخطوات الكثيرة اللي هو فعلا بيأكدمها لصالح المواطن المصري وكمان دور الاعلام المتميز اللي بيوصل للناس حقيقة الامور عشان ما يبقاش فيه خلطة او لفسة بين الناس وبعضها ولابد ان احنا نشير لحاجة مهمة جدا يمكن الناس ما تعرفهاش ان السادة النواب في مجلس النواب والحوار الوطني فيه لقاءات واكتر من 14 شهر عشان يدرسوا هذا الامر ويطلعوه بالصورة المشرفة اللي توصل بيها الامور في الاجراءات الجنائية لاي دولة متقدمة كل الشكر والتأدير للسيد الرئيس مرة تانية ودايما تمحطنا معاه بالزيد لانه هو بيهتم بالمواطن المصري وبيتعى دايما لفكاته يعني كمان سرعة استجابة السيد الرئيس للتعامل مع هذه التوصيات وايضا توجيهه بسرعة اجراءات التنفيذ دي نقطة مهمة جدا ممكن يعني احنا من حوالي 3 ا4 ايام كنا بندرس بالنقش المشروع النهاردة سيد الرئيس بسرعة جدا بيهتم بيوجه بفداش كويس قوي ده بيأكد ايضا اللي انا قلته لسيادتك قلته ان سيادته بيهتم دايما بسرعة انجاز الموضوعات اللي بتخص المواطن وبتمس بيه وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي لان يعني احيانا بتبقى فيه ناس بريئة او فيه ناس بتبقى العدالة وانجاز العدالة لهم مهم جدا والتعويض ايضا زي ما اشار سيادته فيه نقطة مهمة جدا عشان ما يبقاش اي حد يدخل ويعرض لحبس او يعرض الى برضو في النهاية الحبس حتى لو احتياطي بيبقى بدايه انسان يعني فيبقى ليه تعويض يقدر يقول فيه ان انا خدت مايه 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 مش عادل ابدا لكن تعويض مادي وادبي وجبر خاطر كبا الزبط هو يعني اشارة لكده ان ده تعويض مادي وجبر خاطر فعلا يعني بشيء لرد الكرامة شوية كل شكر ليه طبعا انه بيهتم بالكلام ده وعيد اقول لحضرتك ولو ماهو لو سيد الرئيس ماهتمش به كنا هناخد وقت كبير جدا على قول مايخرج من دراسات ومن 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 ولكن انحياز الرئيس دايما للمواطن المصري بيه اشارة قوية والاهم في الموضوع كمان انها رسالة لكل جمعيات انه بتهتم بحقوق الانسان على مستوى العالم فما حدش بقى ييجي يقول لنا حقوق الانسان والحبس الاحتهاصي والكلام ده لا خلاص فيه قانون في مواد في القانون بتشير لحقوق الانسان بجد في امور واضحة قدام كل درجات التقاطي لاي واحد ممكن يعرض للمسائل نعم وانا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ تيسير مطر الامين العام لتحالف الحزاب المصرية كنت معنا مباشرة على الهواء